هاي 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 زيك يا فنات عاملين ايه يارب بتكونوا كلكم حلوية مفخير هاشتوني من اخر فيديو لنا مع بعض اللسه مشتركش في القناة يلا يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس عشان نجيله اشعار بكل فيديو جزيز بنزله ولو عايزا القناة تكبر ونكبر سوا القناة تكبر بيكو ساعدوني ان احنا نكبر القناة فيلا هستنى منك اللايك ولو لسه مشتركش اشتركي ولو عجبك الفيديو ده اعملي لايك وكمنت الجميل بتاعكو النهاردة راجعين كده في فيديو حلو بنتكلم عن روتين الشاور اليومي يعني لو انا هاخد شاور كل يوم ايه اللي انا هعمله اول حاجة هقول لكم الروتين اللي انا بعمله وايه المنتجات اللي بمش عليها بالزبط اول حاجة في روتين الشاور بتاعي بستخدم شامبو زي شامبو كده ده شامبو لوفيا ده اول مرة اكلمكو عليه ده شامبو طبيعي كله ناتشلر يعني طبيعي بصوا مكوناته كلها طبيعية بصوا مفوش كلمة عربية يعني مكوناته كلها طبيعية شامبو ده بزبدة الشيا مفوش بقى ولا سوديوم ولا باربين ولا الحاجات دي كلها ولا السلفات ولا الحاجات دي كلها هو شامبو طبيعي بمكونات طبيعية وما كاتبين حتى 95% يعني 95% منه يعني مكونات طبيعية فدي ميزة مفوش السلفات البيئز الشعر فدي ميزة عجبتني فيه بينضف الشعر حلو بيغسل الفروة حلوة من الزيوت والدهون اللي بتبقى موجودة في الفروة وكمان باستخدم معاه اللي هي الفرشة دي الفرشة دي يا بنات انتشرت بصوا هيا انا بمسكها كده بصوا مسكتها كده وضعك بقى ايه فروة راسي كويس الفرشة دي ممتازة لو لقيتوها في اي مكان يا بنات ضروري ان كتو تجيبوها بتنضف فروة الراس بطريقة جميلة بالراحة كده هي بصوا السنون بتاعتها سيليكون فمش بتعور بصوا هي عاملة ازاي سيليكون كلها بصوا صوتها عاملة ازاي كلها سيليكون في منها مستويات فجميلة جدا 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 بتشلك بقى كل الدهون وكل الزيوت اللي بتفرزها ايه بتفرزها فروة راسنا هي بتشلها مع الشامبو بتحس ان شعرك كله نضف يبقى اول خطوة بنعملها في روتين الشهر هو الشامبو ده شامبو لوفيا مش شرط يبناك تستخدموا الشامبو ده انا بقول لكم مثال اللي انا باستخدمه لو انتم بتستخدموا اي شامبو تاني مرتاحين عليه عادي استخدموا انا بقول لكم لوفيا كان كويس معي وجربت حمام الكريم برضو بس لاسف هو خلصان مني دلوقتي اه الشامبو ده كان سعر وتسعين جنيه كنت جابان محل جملة اه خمسمائة ميلي انا جايباه من اه حوالي شهر ستة او قاعد معي ستة شهور كاملين اهو هم خمسمائة ميلي ولسه قاعد غسلتين تاني يعني هو لسه قاعد فيه هو ناتشرر كل مكونات طبيعية مفوش بقى الحاجات اللي بتقزي الشعر زي السلفات والحاجات دي كلها وبزبدة الشاي زبدة الشاي حلوة جدا 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 للشعر يبقى اول حاجة معنا الشامبو تاني حاجة بنستخدم اي بلسم او اي حمام كريم عندك معنا مثلا البلسم ده انا كلمته يعني انا تقريبا كلمتوكو عنه قبل كده البلسم ده من هيربل اسمز ده باربعين جنيه حجمه تلتمية وستين تقريبا اي ده جوز الهند البلسم ده تحفة 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 كويس جدا للشعر الجاف والشعر الناعم اه سر شعر الجاف والشعر الناشف اللي بيستخدم سشوار ومكوى كتير البلسم ده يبقى ممتاز جدا ليكم وزفة البلسم يا بنات او الحمام الكريم انه بيرطب الشعراية انه حتى لو الشامبو نشفها شوية وزيفة البلسم او الحمام الكريم اللي بتحطيه ان هو بيرطب لك الشعرية وينعيمها فالبلسم ده جميل بيرطب لك هما كتبين ترتيب عميك وفعلا بيرطب الشعراية ترتيب عميك من احلى البلسم اللي انا جربته بصراحة جميل جدا 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 تحفة هو 360 ملي انا شعري جاف فنرفع معايا جدا 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 بيسيب رحة حلوة للشعر بيرطب لي شعري يعني فعلا بيعمل ترتيب عميك زي ما هما كتبين او مرة لقي يعني منتج كاتب كلمة ولما استخدمه تطلع الكلمة دي صح هما كتبين ترتيب عميك وهو فعلا ترتيب عميك فالبلسم ده لو واحدة محتارة تجيب بالسم ايه او عايزة تغير نوع البلسم انا برشح لك البلسم ده جميل اول حاجة يا بنات سعره حلو بيرطب الشعر بيخلي ريحته حلوة كأنك حتى كده معطرة شعرك بريحة حلوة فبصراحة جميل هو بخلاصة جوز الهند يا بنات اهو وحجمه حلوه 360 ملي وسعره 40 جنيه فحجمه كويس جدا بالنسبة لسعر ده من مفضلات بتاعتي السنة دي وهكلمكم عنه اكتر في فيديو ده كان تاني حاجة معانا ان احنا بنغسل شعرنا كويس بالبلسم بنسيبه بقى من خمس لعشر دقائق وبعد كده بنغسله كويس خلو بالك يا بنات البلسم مش بتحط على فروة الراس الشامبو بس هو اللي تحط على الفروة البلسم بتحط على باقي شعرك ما بلاش تقربي البلسم او حمام الكريم من الفروة عش ما يطلع للجيش اش بعد كده بقى بنغسل جسمنا باي شاور جيل عندك في هنا اختيارين اهو في لكس ده لكس آآ خلاص خلص بس اقول تكلمكم عنه يعني ده لكس بآ كان سعره خمسة وتلسين جنيه او اربعين جنيه مش فاكرة كان خمسمية خمسمية ملي او خمسمية ملي اهو اقعد معايا كسير حلو بينضف الجسم حلو آآ بيسيب رحته حلو بس مش ثابت يعني ممكن ساعة ولا حاجة ممكن اقل من ساعة كمان وخلاص. فده كان حلو خمسمائة ميلي هو بالفل. الناس اللي بتحب الحاجات العنبر والفل هيعجبها ده قوي. فده كان جميل ممكن تستخدمي اي شاور جل عندك. اهم حاجة تخسلي جسم كويس باي شاور عندك. مش شرط دول برضو. اي حاجة انت بتستخدميها. وبعد كده بعد ما نطلع من الشاور باقي بنات. بنشف جسمنا كويس بالبورنوس او بالمشكيل بتاعنا. بنشف جسمنا بطريقة الطبطبة بالروحة ما ندعكش في جسمنا او ننشف جامد بالروحة. اول ما نطلع بقى يا بنات من الشاور بنعمل اي? اول حاجة بنرتب جسمنا. اي بادي لوشن عندك اي بادي كريم عندك اي حاجة رطبية. انا جايبها لكم ده مثال مسلا من بس اند بادي. كنت اكلمتوكو عليه قبلي كده. عن ترتيب الجسم بعد الشاور. الفيديو ده مهم يا بنات. هحطوا لكم تحت في صندوق الوصف وتروحوا تتفرجوا عليه. اهو ده بالشيا وفيتامين اي جميل جدا 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 بريحة اهو ممكن ترطبي جسمك بده. ممكن ترطبي بكريم ايفا عايتي. يعني لو ما عندكش اي حاجة ترطبي بيها. عندك كريم ايفا هو يا بنات. بس اهم حاجة اهم حاجة ان احنا نرطب جسمنا بعد الشاور. كريم ايفا ده جميل جدا في ترتيب الجسم بعد الشاور خصوصا في الشتة عشان يعني بالذات الكريم ده عشان ده بالجليسرين. فالجليسرين جميل جدا بيرطب البشرة كويس جدا في الشتة. فده ده مرشح وبحب ارطب بيك جدا في الشتة. انا خيلة انا مخليها. بص انا لسه فتحتوش او. انا مخليها للشتة. فجميل جدا. ما عندكش ده اي كريم عندك اي لوشن عندك رطبي بيه. اهم حاجة نرطب جسمنا ايدينا ورجلينا وكل جسمنا كل. بعد ما بنرتب جسمنا ايه الخطوة اللي بنعملها بعد كده? بنحط اي ديودرنت عندنا. عندنا هنا اختيارين اهو. عندنا ديودرنت بتاع سكين كاندي. كان اول فيديو عاملهو لكم. تفرجوا عليها سيبهو لكم برضو تحت. ده برحة الفراولة. الديودرنت ده مميزاته ان هو مكوناته كلها طبيعية يا بنات. فما فوش بقى الكحول وما فوش الحاجات اللي بتسمر والغمأ. ده منتجاته كلها طبيعية. هو برا عن كريم اهو. بصوا ان اخلاص قرار بتخلص. هو عبارة عن كريم. فمنتجاته آآ مكوناته كلها بصوا مية في المية. كل مكوناته طبيعية. وبريحة دي رحة الفراولة. اهو جميل. كان سعره حلو برضو. مش عال ستين جنيه. كنت جابا اونلاين يا بنات. فجميل جدا. ممكن برضو. انا عامل لكم برضو عن موزيل العرق ده من ما يويه حلو. ما كانش بيغمق معي ولا بيصمر. كان كويس جدا معي. اهم حاجة نحط. عايز اقول حاجة في موضوع ده. الديودرنت ملهوش علاقة سواء انت نازلة ولا مش نازلة. احنا في صيف احنا في شتة ملهوش علاقة. انت طالما استحميتي وخدتي الشاور بتاعك بتطلع تحطي ديودرنت. طب انا نازلة حطي. انا مش نازلة هتحطي. في الصيف بنحطي. في الشتة بنحط. ملهوش علاقة. حتى لو قعدة في البيت بتحطي. انك انت في البيت بتعرقي. مش احنا مش بنعرق برا بس بنعرق كمان هنا في البيت يا منات. طالما في حركة في حركة وفي عرق سوري. وبعد كده اخر خطوة انا بعملها بعطر جسمي باي آآ باديز بري آآ سوري باديز بلاش. الباديز بلاش ده هكلمكم عنه قريب بس انا بنديكم مسائل يعني. ده من ستيارة. اهو. ده بالتوت. ده كان جميل قوي ده انا كنت جباب خمسة وستين جنيه. بعتر جسم كده برشه على جسمي. بعد كده بلبس ايه بلبس هدومي. دي كانت اخر خطوة انا بعملها في روتين الشاور اليومي بتاعي. طبعا انا مش كل يوم بخسل شعري يعني. بس انتم ممكن مسلا تعملوا اكسبت كده لخطوة غسيل الشعر. وبعد كده تنزله على الشاور وتنزله على الترتيب وتنزله حاجات دي كلها. فده الروتين الشاور اليومي قولي قولولي لو سوري قولولي لو انتم عايزين فيديوهات دي كده تاني اكتبولي تحت في الكومنتات. يا رب بيكون الفيديو عجبكم. هستنى منكم اللايك وكومنتوا وشيروا بقى الفيديو لصحابكم عشان يستفادوا. باي باي يا حلوين هشوفكم في فيديو جديد.